اشتركوا في القناة ويحملونه مسؤولية تلقي الهدف أمام الوداد الريادي بسبب اتخاذه هذا القرار النجم المغربي حاكم زياش يزلزئ ظهور تشيس الإنجليزي بهذا القرار الصادم بعد نهاية الموسم منشيس سريونيت يدخل بقوة في مفاوضاته مع نجم المنتخب المغربي لضمه إلى صفوفه هذا الصيف بعد تألقه مع إشبيريا والمنتخب المغربي المهاجم يوسف انصيري يشهد إرشفاء ساروخيان في قيمته التسويقية دخلت الأندية الإيطارية الكبيرة انتر ميلان يوفينتس واروما على خط تنافس مع أندية نادي توتنام الإجليزي لضم حاس مارمى نادي إشبيريا والمنتخب المغربي ياسينبونو وسرع تألق اللافت للأخطبوط مارمى وصود أطلس رفقة نادي إشبيريا في نهاية اليوروباليغا من رغبة كبار أوروبية وبالتعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسينبونو ونقلت المصادر الإعلامي الإسبانية أن نادي إنتر ميلان أكثر راغبين إلى جانب نادي روما ويوفينتس في التعاقد مع الحارس ياسينبونو بعدما أثبت بما لا يدعي للشك عن علو كعبه وصدارته قائمة أفضل حراس المرمى في العالمة وتضيف ذات المصادر أن إنتر ميلان المؤهل لمهائي أبطل أوروبا عزم عالة عزيز حراس المرمى بحيث من الطراز العالية نادي تتنهم الإجليزي بدوره أفضل غبته في التعاقد مع ياسينبونو بعدما صار الحارس الدولي الفرنسي غولوريس بعيدا عن مستوى المحهودة انتفض لاعبون نادي الأهل المصري في وجه مدربهم مارس الكولور خلال مواجهة نادي الويدد ريدي لحساب دهب نهائي دور أبطاء إفريقيا وعلمت المصادر أن لاعبين الأهل المتواجدين في الدكة البودلاء انتفضوا في وجه المدرب كولور وذلك مباشرة بعد إحراز سيف الدين بوهارة لهدف تقليص الفارق في الحدود الدقيقة الخامسة والثمانونة وتأتي رد في اللاعبين الأهلي على رأسهم حسين شحات بسبب تحميلهم مسؤولية تلاقي الفارق لهدف الأول لكولور وتأخيره في إجراء التغييرات وكان الويدد ريدي قد أنهى حوار الذهاب بهزيمته أمام الأهلي بهدفين لوحدة حيث سجل أصحاب أرض بيريستاو ومحمد كهرباء موقع للدوليوف سيف الدين بوهارة هذا وسيصطدم الطرفان في إياب المنتظر على ملعب المركب محمد خامس بالضر البيضاء يوم الأحد المقبل انطلاقا من الثامنة مساء بتوقيت غينيش بقيادة الحكام الإيتيوبي بلاماك تيسيما أفض التقارير الصحفية أن النجم المغربي حاكم زياش قام بالصفر إلى روسيا في الساعة الأخيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وهو الأمر الذي وضعه في موقف حريج للغياء ووفقا لما ذكرته صحيفة ديليميلة تبين أن النجم المغربي ظهر رفقة اللاعب الهولندي كوينسي بروميس في الحفل بالعاصمة الروسية موسكو وتعرض حاكم زياش لانتقادات كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره مع بروميس الذي تم اتهامه بتهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى هولندا فقد أعلن المهدعي العام والهولندي أن بروميس يواجه اتهامات بتهريب 1370 كيلوغراما من الكوكيين إلى البلاد على المرحلتين وفقا لصحيفة نوسا وتصدر الإشارة بالذكر أن حاكم زياش وبروميس كانوا قد لعبا معا في صفوف فريق آيكس أمستردام الهولندي قبل سنوات قبل أن يفترق وإسليكا طريقا منفصلان أفادت تقارير دياريو سبورت بأن نادي مانشستر يونيتد يعزز جهوده في التواصل مع صفيا أمر بطلع فيرونتين الإيطالي خلال الساعة الأخيرة بهدف إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق في الفترة الانتقالات السيفية الحالية وأوضحت تقارير أن أمر بط يدرس الخيارات أخرى بخلاف الانتقالات إلى نادي برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية صعبة خاصة مع اشتكشاف النادي الكتاروني العديد من البدائي لتعويض اللعب سرجو بوثكيتس وقد كان المحارب المغربي صفيا أمر بط على وشك الانضمام إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشاشوية الماضية في يناير الماضي على سابع الإعارة ولكنه واجه رفضا قاطعا من نادي فيرونتين ارتفعت قيمة الدوية المغربية يوسف انصيري بعد تألقه مع ناديه إشبيا إسباني لكرة القدم ومساهمته في تتويج باللقب الاتحاد الأوروبي السابع في تاريخ النادي الأندلوسية وذلك إلى 40 مليون أورو حيث أظهر يوسف انصيري بعد عودته من منذ القطر الأخير مهاراته التهديفية بتسجيل 13 هدفا في جميع المصابقات رفقة فارقه إشبيا الإسبانية الأمر الذي جذب انتبال عديد من الأندل الأوروبية وبعث مسؤولين لإشبيا يدركون أن قيمة المهاجم المغربي يوسف انصيري ما يجبرهم على إعادة حسابتهم بشأن سعره استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية التالية إذ تقدر القيمة التسويقية الحالية للنجم المنتخب المغربي يوسف انصيري بحوالي 40 مليون أورو ما سيجعل النادي الأندلوسي مساعد للتفاوض قبل التخلي عن لعبها لا سيما وأن أدائه هذا الموسم رفع من رصيده لصالح إشبيا الإسبانية شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة